أعود إلى الشيخ المفيد قرأت ما قرأت عليكم من كتبه لا أريد أن أعيد ما قرأت من كلام لكنني وصلت إلى مرض إمامنا السجاد حيث أثبت في كتابه الإرشاد إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية أثبت في كتابه الإرشاد من أن إمامنا السجادة مصاب بالذرب وهو مرض الإسهال الشديد نقل هذا الكلام عن حميد بن مسلم وهو من قتلة الحسين هو أحد أفراد معسكري عمر بن سعد فهو من قتلة الحسين حميد بن مسلم من رواة الطبر في تأريخه وقد نقل عنه الطبري ونقل عنه الحادثة نفسها لكنه لم يقبل أن يصف الإمام السجادة بهذا المرض الطبري السني أما مفيدنا ماذا أقول لكم نحن نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول هالشكل نقول ماكو خير بس خضير وخضير ماهو خير تبين بعدين هنطلعوا عطايا حظا ماهو خير فنقول ماكو خير بس خضير وخضير ماهو خير في صفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة يقول المفيد قال حميد ابن مسلم قال حميد ابن مسلم ويستمر في روايته إلى أن يقول وأقام بقية يومه من عمر ابن سعد لعنة الله عليه وأقام بقية يومه بقية يومه بقية اليوم العاشر واليوم الثاني هو الحادي عشر من المحرم في السنة الحادية والستين للهجرة على ما هو معروف وأقام عمر ابن سعد بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من كان مع الحسين من النساء والصبيان وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب إنه الإسهال الشديد وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشفى أشرف على الهلاك لشدة المرض قلت لكم إمامنا السجاد كان مصابا بالحمى بحمى شديدا ولم يكن مصابا بالذرب ذرب على رؤوس هؤلاء ذرب على رأس المفيد وعلى رأس الذين نقل عنهم المفيد ذرب على رؤوس مراجع حوزة الطوسي في النجف وكربلاء ذرب على وجوههم الإمام السجاد لم يكن مصابا بالذرب هذا الطبري هذا الطبري هذا تأريخ الطبري الجزء الثالث تأريخ الأمم والملوك هذه طبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان نقل أيضا عن حميد بن مسلم فيما نقل من تفاصيل مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في صفحة الثالثة والخمسين بعد الألف من الجزء الثالث من طبعة دار صادر وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد إنه الكلام هو هو وأقام عمر بن سعد يومه ذلك يعني اليوم العاشر والغد ثم أمر حميد ابن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض وانتهى الكلام ولم يقول مريض بالذرب مثل ما يقول المفيد الذي عقله مصاب بالذرب وفكره مصاب بالذرب الإمام السجاد مصاب بالذرب هذا أهطبري العبارة هي هي وتوجه إلى الكوفة هذا في إرشاد المفيد من عمر بن سعد وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشفى على الهلاك الكلام الكلام هو ينقله الطبر وحمل معه من عمر بن سعد وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض وانتهى الكلام هذا كلام مؤد الذي نقله الطبر المتوفى سنة 310 للهجرة وهو من كبار أئمة المخالفين وهذا المفيد وهو من كبار مراجعنا يتحدث عن إمامه السجاد بأنه مصاب بالذرب جناب المفيد مثلما قرأت عليكم في كتابه تصحيح الاعتقاد ينكر إنكارا شديدا ويسخف تسخيفا شديدا ما جاء في كتاب سليم في كتاب سليم بن قيس الهلالي ويقول من أن أكثر ما في هذا الكتاب لا يجوز للمتدين أن يأخذ به ومن أن هذا الكتاب لا يعول عليه لا أريد أن أناقش هراء المفيد هذا ولكن يا أيها المفيد لنتفق معك على أن كتاب سليم كما تقول فهل حميد ابن مسلم يعتمد على قوله ويعول على منقولاته وتقوم يا أيها المفيد بأن تصف إمامك السجادة بأنه مصاب بالإسهال الشديد ألا وقفت قليلا وتصورت كيف أن الإمام السجادة أخذوه أسيرا مقيدا بالسلاسل وبالجامعة الحديدية فهل كان على طول الطريق ينجس نفسه وينجس الناقة التي كان عليها أي إمام هذا وأي مفيد هذا هذا ما هو بمفيد هذا مضر هذا هذا مضر هذا مضر لكن الذين لقبوه بالمفيد هم أعداء أهل البيت الرماني مرجع المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد أية إفادة هذه كتاب سليم بن قيس ماذا يقول عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لما جاء أبان ابن أبي عياش وعرض الكتاب على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان موجودا عنده فماذا قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه صدق سليم رحمه الله هذا حديث نا كله نعرفه هذا هو حديث أهل البيت أما أن الإمام السجاد مصاب بالذرب هذا ما هو بحديث أهل البيت يا أيها المفيد هذا حديث النواصب وبقية عقائدك هي عقائد المقصرة عقائد البترية يا أيها المفيد وقد قرأت ما قرأت منها هذا هو عين الضلال عين الهداية هذا مثل ما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه صدق سليم صدق سليم رحمه الله هذا حديثنا كله نعرفه إن الإمام يتحدث عن كل كتاب سليم إمامنا الصادق ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب سليم بن قيس إنها النسخة المحققة التي تتألف من ثلاثة أجزاء صار الكتاب كبيرا بسبب ما أضيف إليه من تحقيق ومن فهارس ما قرأته عليكم قبل قليل كان في الصفحة الحادية والتسعين من كتاب سليم بن قيس الهلالي من الجزء الأول إنها الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصار هذه الطبعة الثانية ألف أربعمية وستعش هجري قمري مؤسسة نشر الهادي قموا المقدسة في صفحة الرابعة والتسعين ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلوات الله عليه هذا هذا هو كتاب سليم بن قيس يهجره المفيد وأمثاله يهجره المفيد أيام ضلاله سأحدثكم عن هدايته إلى الحق حينما كان شيعيا معتزليا ولذا يثبت في كتاب ضلاله الإرشاد من أن الإمام السجادة كان مريضا بالذرب ذرب على رأسك يا مفيد ذرب على وجهك يا مفيد أتحدث عن أيام ضلالته ويتحدث عن إمامنا السجاد بهذه الطريقة الوقحة القذرة وفي الوقت نفسه ينكر كتاب سليم الذي يقول عنه إمامنا الصادق ما يقول من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلوات الله عليهم إن العلماء بهذا الحال كعلماء المذهب الطوسي الذين لم يهتدوا مثل ما اهتدى المفيد بعد ذلك هؤلاء هؤلاء شر من قتلة الحسين أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وقارنوا قارنوا بينما كتبه المفيد عن إمامنا السجاد وما كتبه الطبري المخالف لأهل البيت في تأريخه الرجل كان مؤدبا والمفيد كان وقحا قذرا في كتابه وتعبيره البعض منكم قد يجد كلامي قاسيا وشديدا هذا هو المفيد أنا لا أبالي لا بالمفيد ولا بغير المفيد أنا أبالي بمحمد وآل محمد فقط فحينما يصبح المفيد قذرا وسخا مع محمد وآل محمد فأنا لا أبالي به وحينما يصبح نظيفا طاهرا حينئذ أأخذ من تراب حذائه وأكحل عيني بتراب حذائه لكنه حينما يكون قذرا وسخا منحطا سافلا فماذا تريدون مني أن أقدسه أن أضحك عليكم أم أن أضحك على نفسي أم أن أضحك على إمام زماني على من أضحك تريدون أن تضحك على أنفسكم أضحك على أنفسكم ما أنتم مضحكة من الأساس ومسخرة من الأساس يضحك عليكم هؤلاء الحمير الطوسيون الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الزمان وهم نواب للشيطان بعقائد الضلال هذه هؤلاء يتمسكون بهذه العقائد وأمثالها أنا ما حدثتكم عن كل شيء إنها أمثلة طارئة كتب المفيد مشحونة بالضلال إنه ضلال المعتزل وضلال النواصف وهذا الحال هو حال بقية مراجع الشيعة إلا أن الفارق بين المفيد وغيره من المراجع أنه تراجع إلى الحق بحدود ما استطاع قطعا ولم يكن ذلك من بتوفيق من صاحب الأمر بتوفيق من صاحب الأمر اعرض لنا ما يقوله الوائلي الناطق الرسمي العقائدي لحوزة النجا لمرجعية السيستاني أعرض لنا كيف يتحدث عن إمامنا السجاد ومن أنهم كانوا يحملون الطشوت لتنظيف إمامنا السجاد من غائطه هذه الأحاديث الأحاديث تبث على القنوات السيستانية والقنوات الشيرازية السيستاني هكذا يقال في نسبه من أنه حسيني حسيني يعني أنه ينتمي إلى الإمام السجاد وصادق الشيرازي أيضا يقال عنه حسيني يعني أنه ينتمي إلى الإمام السجاد فاحذروا الدجاجلة من ولد فاطمة أمير المؤمنين حذرنا فإن من ولد فاطمة دجالين دجالين فاحذروا الدجاجلة من ولد فاطمة احذروا الدجالين منهم هذا ما هو كلام هذا كلام أمير المؤمنين هذا المجلس مجلس الوائلي وما هي بمرة واحدة دائما في مجالسه حينما يتحدث عن الإمام السجادي يشير إلى هذه القضية من أنه كان مصابا بالإسهال ومن أنهم كانوا ينظفونه من غائطه رجاء اعرضوا لنا هراء هذا الأثوال والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليها وما حصل عليها أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهى يقاتل مع تلك الحالة منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبسيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد وحق شرف الحسين كذاب 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 هذا الكلام ليس موجودا لا في كتب الشيعة ولا في كتب الصنة من أنهم يأتون لتنظيف الإمام عندنا روايات كانوا يدخلون عليه بالماء لماذا؟ لأنه كان مصابا بالحمى وأحاديث أهل البيت هكذا تقول إن أهل بيت لا نتداوى من الحمى إلا بالماء البارد يفاض علينا ويصب على أجسادنا وبأكل التفاح حاديث أهل البيت واضحة ووفيرة بهذا المضمون من أننا نتداوى من الحمى بالماء البارد والتفاح يفاض علينا الماء وهكذا يقولون يصب على أجسامنا فكانوا يدخلون بالماء على خيمة الإمام السجاد حينما كان الماء متوفرا الإمام أصيب بالمرض في كربلاء لم يكن مريضا حينما كان في المدينة ولا في مكة ولا في الطريق لما وصل إلى كربلاء وهذه قضية معروفة لماذا أصيب بالمرض هذا سبب لحماية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه فهل يصاب بمرض تتقزز منه النفوس هذا الكلام معقول أصيب بالحمى فكانوا يدخلون عليه بالماء لأجل أن يطفئوا حرارة الحمى هذا الموجود في الروايات يدخلون عليه بالماء أما أنهم يدخلون عليه لتنظيفه وحق الحسين هذا كذب ولما يقول عن الإمام الباقر أن الإمام الباقر هكذا يقول أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني وحق الحسين ما قال الإمام الباقر هذا أتحدى السيستانيين الذين يطبلون للوائلي وأتحدى الوائليين الشوافع الوائلي رجل شافعي ما هو بشيعي كل الذي يطرحه على المنبر يأخذه من كتب الشوافع أكثر من تسعين بالمئة من حديثه يأتي به من كتب الشوافع هذا هو الوائلي وهذا الأمر أثبته بالوثائق وبمئات الوثائق ومئات الساعات عدوا إلى برامجي حين أقول بمئات الوثائق لا أتحدث عن مئات من الوثائق عن الوائلي فقط عن الوائلي وغيره فإن الوائلي جزء من هذه المنظومة بل هو الناطق الرسمي باسم حوزة النجاة والناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيستاني السيستاني يتبنى فكر الوائلي شخصيا ويدعو إلى تبني هذا الفكر في الجو الشيعي رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليها وما حصل عليها أن يجاهد بين يدي أبيه ولكن حال المرض بينه وبين ذلك وكان مرض شديد كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوي شيء الرأسه وحاول أن ينهى ضيقاتي مع تلك الحالة منعه الحشين جذبه من ردائه قال أخي زينب يحبشيه لألا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد افتراء على الإمام الباقر يقول من أن الإمام الباقر صلوات الله عليه هو الذي يقول من أنهم يحملون الطشوت يحملون الماء لتنظيف الإمام والله ما قال هذا الإمام الباقر في أي مصدر من المصادر هذا الكلام من أن الإمام الباقر يقول عن أبيه من أنهم يحملون الماء إليه لينظفوه من غائطه هذه هي حوزتكم وهؤلاء هم خطباؤكم وهذه هي فضائياتكم وأنا إلى الآن ما فتحت صحائف قذارة المذهب الطوسي لازلت أحدثكم عن خير المراجع أحدثكم عن المفيد